يا مسائل فل على احلى شباب في الدنيا دي اتمنصة جديدة لتوقع زي توركي كده بالزبب بس هنا متاح بالتير ايكس واليوزي تي ده اعلان ترويجي وليست نصحة استثمارية وفيه كمان مصابقة على الفيديو ده الخمس اشخاص كل شخصة يكسب اتنين دولار شروط المصابقة ان حضرتك تبقى عمل لنا لايك على الفيديو وكومنت براية حضرتك اشتراك له حضرتك مش مشترك فعل زر الجرس عشان نوصل لك كل جديد ومتفرج على الفيديو للنهاية وعمل شير مع اصدقاء طب يا صديق احنا هنا معنا 150 تي ار اكس عاملين ادعى 150 تي ار اكس وهنبتدي نشوف التوقعات بناء على الفريق وهنشوف انوصل ال 150 تي ار اكس دول كام هنبتدي دلوقتي نضغط على كلمة ترانزيكشن هنا وهيبتدي يفتح لك صفحة التوقعات كل اللي علينا هنشوف رقم الصفقة كام اللي هو ده ده رقم الصفقة يا شباب وهنبتدي نروح للجروب اللي هتلاقي نسابه لك في الدسكريبشن وكومنت المسبة هو ده الجروب الخاص بهم يا شباب والجروب فيه 9226 شخص هنا بيقول لحضرتك الدور اللي شغال دلوقتي التمانين او اللي انتهى وكانت ربح الدور اللي شغال اخر 81 هنا اخر 81 بيقول لحضرتك هنا ايه double هنضغط على كلمة buy وبعد كده هنختار على كلمة double هنقول له هنا مثلا 20 تي ار اكس وهنقول له convert هنقول له trade قال لحضرتك سكسفولي trade هننتظر 30 ثانية دول او هننتظر الوقت اللي متبكده وبعد كده هنشوف جابت ربح ولا خسارة لازم حضرتك تبقى منتبه اللي انت واقف على الواحد دقيقة لان هم كل توقعتهم على الواحد دقيقة في الجروب ده طيب احنا هننتظر دلوقتي ونشوف لحد ما الصفقة دي تقفل ثانيتين ثانية وهيبتدي يعمل refresh معنا وهنشوف كانت ربح ولا خسارة كانت ربح يا شباب دلوقتي بقى معنا 179 كسبانين 19 تي ار اكس طيب ديت كانت ربح واللي قبلها كانت ربح واللي قبلها كانت خسارة خسارة طيب هو جايب هنا اتنين ربح ممكن ديت تبقى ربح الى حد ما اللي اتنين وتمانين بيقول لحضرتك هنا single طيب احنا نضغط على كلمة buy هنقول له هنا single وهنقول له 20 برضو وهنقول له confirm وهنقول له trade قال لحضرتك ساكسفولي نتمنى اللي هي تبقى ربح حتى لو خسارة احنا مش خسرانين حاجة بقي ثلاث ثواني ثانيتين ثانية وهنشوف دلوقتي جابت ربح ولا خسارة اعتقد ان ديت كانت خسارة يا شباب طيب احنا هنا هنشوف دلوقتي حالا كانت خسارة قال لحضرتك lose طيب هنشوف الثلاثة وتمانين ديت هنقول له هنا buy وهنقول له small زي ما هو قيل لنا وهنقول له دلوقتي 30 وهنقول له confirm هنقول له trade وعمل الوقت ده ينتهي هرجع لحضرتك تاني دلوقتي بقي 4 ثواني 3 2 1 وهنبتدي نشوف جابت معانة ايه طيب اعتقد ان دي كمان خسارة فعلا خسارة يا شباب طيب احنا هنخش دي type single كده ونحاول نقول له رقم اكبر single وهقول له دلوقتي 60 وهقول له هنا confirm وهقول له trade ديت لو جات ربح يبقى احنا عملنا ارباح كبيرة وعوضنا خسارتنا كلها في مرة واحدة واعتقد ان ديت هتبقى ربح تمام يا شباب بقي ثانية هنبتدي نشوف دلوقتي ايجابة معانة ايه ديت كانت ربح دلوقتي معانة 186 TRX ندخل كمان جولة وبعد كده نجرب نسحب من المنصة قالك ديت هتبقى small طيب buy وبعد كده نقول له small وهنقول له هنا احنا معانا 186 هنجرب نقول له 36 وهنقول له confirm بحيث ان يبقى متبقي معانا 150 TRX وديت لو جابت ربح احنا هنخرج على طول من المنصة ونسحب وهنبتدي نشوف بقية الخطوات اللي في المنصة مع بعض دلوقتي بقي خمس ثواني اربعة تلاتة اتنين واحد وديت يا شباب جابت معانا ربح دلوقتي معانا 220 TRX زي ما حضرتك شايف في الجروب كانت win هنبتدي دلوقتي نعمل انسحاب من المنصة او سحب احنا كان معانا 160 عملت اداع بعشرة TRX كمان على 150 اللي كانوا معايا دلوقتي كسبنين 60 TRX اي ما يعادل 7 دولار طيب خلينا نرجع كده بقى ونبتدي نشوف خانة السحب وبعد كده عرب حضرتك طريقة الاداع وطريقة عمل المنصة ككل يعني هنتغطل دلوقتي على خانة الويزدرو محددين له هنا TRX هنبتدي نحط له العنوان بتاعنا دلوقتي TRX حطط له هنا العنوان بتاعي من منصة باينانس قالك الرسوم صفر هنقول له هنا ماكس دلوقتي بقول لي لحضرتك هناخد 1 TRX بس اللي هي 8 رسوم المعاملة طيب تمام هنا بقول لي لحضرتك الحد الادنى للسحب 10 دولار على شبكة TRC20 السحب بيوصل في خضون 10 دقيق هنقول له دلوقتي ويزدرو تمام يا شباب انا جيت دلوقتي اعمل السحب زي ما شفت حضرتك قالك لازم تبقى اعمل 15 معاملة او 15 توقع طيب احنا هنخش نعمل الخمستاشر احنا عملنا تقريبا حوالي 6 هنكمل البقين دول هنعمل مثلا 10 كمان وهنبتدي نعمل سحب بعدها بس هعمل 10 بحد ادنى قليل جدا تمام يا صديق دلوقتي احنا هنخش على الواحد منت قالك اللي شغال هنا 11 هنروح على جروب التوقعات قالك اللي شغال 11 هنا باقي 13 ثانية معانا ضبل هنلحق ممكن نلحق هنقول له ضبل وهنقول له واحد وهنقول له confirm هنقول له trade قالك انتهى لان الوقت خلاص باقي ثانية طيب هننشوف اللي بعد كده علشان الوقت ما يطولش يا شباب هخلص العشر صفقات بطولنا دول وهرجع كمل مع حضرتك تاني وهنشوف الاخر التقطة اللي كسبناه او خسرناه هيطلع معانا ايه تمام كده يا شباب انا خلصت الخمستاشر معاملة بتوعي هنا record لو دخلنا على ترانزيكشن ده سجل المعاملات بتاعتي نجيبها من تحت كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر كده اكتر من خمستاشر نرجع بقى كده ونروح على خانة المين ونضغط على وزد رو دلوقتي متاح معانا متين وتمنتاشر تار ايكس اخسرنا اتنين بس هنحط له العنوان بتاعنا هنا وهنقول له هنا ماكس وهننزل نقول له وهنكتب له بس وردة الدفع بتاعنا وهنقول له قال له حضرتك كده سحب معانا بنجاح عما الساحب يوصل خلينا نشوف خيانة الاحالات هندغط على كلمة هنا هنا عندنا هنا نسبة الاحالة او نسبة العملات بتاعت حضرتك وهنا المستوى الاول والتاني والتالت وهنا ده بيطلع لحضرتك لينك الاحالة بتاع حضرتك هننزل تحت مع بعض هندغط على هيطلع لحضرتك اللينك بتاعك كده اخده كوبي اوتوماتيك تبدأ تروج له على منصات التوصل الاجتماعي مع اصدقائك وهكذا طبعا هنعمل جزء تاني ازا تطلب الامر دلوقتي بقى هنشوف خانة الاداع هندغط له على كلمة هيطلع لحضرتك هنا عنوان على شبكة تقدر برضو من خلاله توضع ازا حابب هناخد العنوان ده كوبي وتبدأ ترسل له من اي منصة او اي محفظة حضرتك بتتعامل من عليها تقدر ترسل من اول عشرة او حتى من اول واحد دولار وبمجرد حضرتك ما تعمل المعاملة ويتم تأكدها هتلاقي الرصيد تضف اوتوماتيك معك هنا لكن لو حضرتك فاتح من الهاتف هتلاقي الكلمة معك هنا اسمها تضغط عليها هتلاقي الرصيد نزل معك هنا على طول هندغط دلوقتي على خانة ونشوف خانة التسجيل مع بعض كده اول ما حضرتك بتدوس على اللينك اللي انا سابولك في المصبت هيفتح معاك الوجهة دي هنكتب هنا الايميل ادرس بتاعنا وهنقول له جيت كود وهنكتب الكود اللي جلنا على الجيميل وهنكتب هنا بس ورد الدخول وهنكتب هنا بس ورد المعاملات اللي احنا عملناها واحنا بنسحب او اللي احنا كتبناه واحنا بنسحب وده كود الدوا وبعد كده هقول له عندنا هنا خانة بيطلع لحضرتك كل اللي عندك في المستوى الاول والمستوى التاني والمستوى التالت وبيقول لحضرتك بتاع ارادات الفريق طيب انا هنتظر دلوقتي اول ما استحبه يصلي هارجع مع حضرتك تاني مالحية اش هكمل الكلمة يا شباب استحبه يصلي دلوقتي على منصة او متين وسبعتاشر بالزاب متين وسبعتاشر بينت خمستاشر تيار اكس وكده يا شباب يكون انتهى فيديو النهاردة هنعمل جزء تاني بتفاصيل اكتر عن المنصة هنا حابب اتكلم عن النقطة بقى يا شباب المنصات اللي زي كده بيبقى فيها حرمانية كبيرة لان دي ات منصة ايما على رهنات انا لا انصح بيها لكن انا بقول ان ده اعلان ترويجي وبعمل منه مسابقات لحضرتكم لاللي مش معه رأس مال ومش معه فلوس يبدأ في المجال احنا بنساعد ومش اكتر ولا يقال وده بيبقى توفق من ربنا ان احنا يجينا اعلان ونبدأ نعمل منه مسابقات للشباب لعله خير ويبقى بدايته في المجال ده ويبدأ يكسب في فلوس فربنا يجعلنا اسباب لبعض يا رب العالمين انا عمتا على المستوى الشخصي ما بشتغلش على المنصات دي اطلاقا قرار حضرتك ان انت تشتغل عليها او لا ده قرارك الشخصي انا ما بديش نصاحي استثمارية وكده يا شباب يكون انت فيديو النهاردة هنعمل جزء تاني بتفاصيل اكتر عن المنصة هنا وكده يكون انت فيديو النهاردة مس عليها باللايك الجميل بتاعك كومنت برأي حضرتك اشتراك لو حضرتك مش مشترك فعل زر الجرس عشان وصلك كل جديد هدفنا من القناة زيادة رأس المال والربح المجاني واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم